طيب نروح بقى الفريق الكرة والبعثة رجعت النهاردة بقال في سلامة وعندنا مباراة مهمة جدا جدا أمام سانداونز يوم الأربعة زي ما قلت لحضراتكم بارح احنا هنا في البيت الكبير هدفنا هو المسندة لللاعبين هدفنا مسندة مروان عطية عفوا هدفنا مسندة مروان عطية اللي يعني ممكن جدا يكون للبعض شايف أنه هو لم يؤدي بشكل جيد والبعض الآخر بيشوف أن مروان عمل المباريات جمدة جدا جدا مروان عطية تحديدا بالنسبة لي واحد من أهم اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي خلال هذه الفترة مروان عطية تحديدا واحد من اللاعبين اللي له أدوار مهمة جدا 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 جوا الملعب ايه اللي حيحصل ويه اللي حنشوفه من هنا اليوم الأربع لن نرى إلا شيء واحد فقط وهو المسندة والدعب وبالمناسبة عندما يخطئ لاعب في أي مباراة الفرقة كلها مسؤولة هو اللاعب ده بيخطئش عشان هو وحش الفرقة كلها مسؤولة فيش حد بيخطئ بتبقى المسئولية فردية المسئولية دائما ما تكون جماعية هو ده اللي احنا تعلمناه في النادي الأهلي هو ده اللي احنا دايما بنشوفه جوا النادي الأهلي الأهلي هو البطل هو كبير أفريقيا لازم الناس كلها تعرف كده الأهلي بيدخل أي بطولة هدف وتحقيق الفوز واللقب الأهلي عنده أفضل لعبة في القرى وحنفضل مساندين لهؤلاء اللاعبين مهما عملوا عنده لعبين قادرين على تحقيق الفوز والتغلب على كل السعاب الأهلي معايا جمهور عظيم جمهور صاحب كلمة السر في كل البطولات اللي اتحققت جمهور الأهلي يوم الأربع اللي جاي أنا متأكد وبقول الكلام ده مبارح والنهاردة وهقوله بكرة هو اللي حيصنع الفارق ان شاء الله يكون الفارق في تحقيق الفوز الأهلي عنده روح الفانيلا الحمرة الصفة والميزة اللي بتخليه دايما يتفوق على أي فريق بالروح وبالحماس ان شاء الله اللي حيكونوا موجودين مع كل اللاعبين في المباراة اللي جاي ولا حنتكلم في تعب ولا حنتكلم في صفر ولا حنتكلم في مرواح ولا حنتكلم في مجي ولكن كلنا ثقة في كل اللاعبين وعارفين عارفين كويس قوي ان كل اللاعبين حيبذلوا أقصى جهد عشان يحققوا الفوز خلال هذه الفترة بعض اللاعبين بيتعرضوا لحملات ممنهجة عشان يتأثروا ويبعدوا عن مستواهم اوعوا واحد زي مروان عطية زي ما قلت لحضراتكم انا بشوف ان مروان واحد من افضل اللاعبين احنا بناخد مروان فترة كبيرة فترته من ساعة ما جي النادي الاهلي لغاية مبارح لغاية مطشة اول مبارح مروان عطية كلنا بنوشيد بي نضم للنادي الاهلي وتقلق واصبح واحد من اهم اللاعبين في الفريق فيه ناس بتحاول تهجمه وتدوس عليه عشان يتأثر اوعى مروان تتأثر اتأثر ولكن في يوم الاربع لو ليك نصيب ولعبت تموت نفسك في الملعب ده اللي احنا عارفينه كل جمهور النادي الاهلي في ظهرك يا مروان وكل جمهور النادي الاهلي مش في ظهر مروان بس في ظهر مروان والشناوي وديانج وكل اللاعبين اللي موجودين انا بس مش عايز اقول اللاعبين كلهم الهدف من الكلام اللي بيتقل واللعيبة فاهمة ده كويس الهدف هو اسقاط النادي الاهلي صدقوني صدقوني والله العظيم تلاتة ما بنتحك عليكم في كلمة في حاجات بتحصل بنحاول نحكي يعني بنحاول نوريها كده من بعيد لحضراتكم عشان كده دايما انا بقول في البيت الكبير تحديدا ومبارح انا قلت الكلام ده اه عمرنا ما حنعمل حاجة غير المسندة والدعم فقط لغير فقط لغير انا بش هعمل غير كده اللي بيقول يطبل يطبل اللي بيانتقد اللي بيعديش مشكلة اللي عايز يقول حاجة يقولها لان انا عارف كويس جدا ان هؤلاء اللاعبين لا يحتاجوا الا الثقة والدعم والمسندة من جمهورهم خلال المباراة اللي جاي خلال المباراة اللي جاي 30 ألف 50 ألف 100 ألف متأكد ان كل اللاعبة هتبقى تنتظر هذا اليوم كلر بيثق في كل اللاعبين رجالة كلهم رجالة ثقتنا فيكم كبيرة جدا في قدرتكم على تحقيق الفوز بداية مش ناوي كل اللاعبين بقى هاني بيقدم مستويات رائعة هاني بالمناسبة رامي ربيعة بمنعم نفس الكلام بتكلم عن اي لاعب اي لاعب علي معلول كل اللاعبين اي حد يطلع او طلع يتكلم عن لاعب لازم يفتكر كويس قوي ويشوف اللاعبة دي عملت ايه الموسم اللي فات وبتعمل ايه السنة دي لغاية من كم مباراة وفي مباراة الأخيرة برضه مفيش مشكلة كرة القدم دائما الناس تقول لي اصل انت بتطبل اللاعبة وبتطبل مش عارف مي لا انا بتطبلش لحد انا بقول لحضراتكم حاجات انا عدد بيها مش انا كل لعيبة العالم عدوا بيها اللاعب مهما كان لازم يجي يوم يبقى فوق ويجي يوم تاني ويبقى تحت هي كرة القدم كده بس امتى او قد ايه بتقعد تحت مطش مثلا مطشين بالكتير في المباراة في السبعين ستين مطش كلهم الوقت بسرعة تطلع تاني الحمد لله كسبنا السنة اللي فاتت خمس بطولات وبننظر السنة دي او بننتظر من هؤلاء اللاعبين تواصل البطولات ان شاء الله من خلال المواجهة القادمة امام سانداونز اتغلب نوعة سفر اقسم بالله وانا مازلت عند كلامي مطش صعب طبعا صعب ولكن يا جماعة الكلام اللي بتقال على فريق سانداونز تسألوش مني يعني النادي الاهلي اكثر رعبا من سانداونز بكتير لعبته جهازه الفني لعبيه جماهيره كل حاجة كل حاجة النادي الاهلي هو النادي الاهلي كلام ده وانا قلت لحضراتكم السنة اللي فاتت بعد مباراة خمسة اتنين برضو انا مش عايز اتكلم في تاريخ حضراتكم عارفين كويس قوي ان مثل هذه المواقف دايما هي اللي بيبقى الجمهور له الدور الاكبر فيها النسخة اللي فاتت مش بعيدة كل الناس قالت وراهنت على ان النادي الاهلي خارج البطولة ولكن في النهاية النادي الاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا امام كل الفرق القوية كسبنا الوداد اللي جمهوره كله كان بيدحك علينا السنة اللي قبلها لكن احنا قلنا لهم استنونا السنة الجاية محمد عبد المنعم نفسه قال لهم استنونا السنة الجاية روحنا وكسبنا الوداد بالكورة كلنا ثقة كلنا واقفين مع بعض كلنا قدنا في قدن بعض خلال هذه الفترة